بسم الله الرحمن الرحيم حتى بافتراض ان ده حصل فغالبا اللي كتبوا عزرة مش هينجو من اللي عملوا أنتيخس الرابع قبل الميلاد وقلنا افتراضا ان لو المسيح عليه السلام نفسه ايضا اعاد كتابة اسفار العهد القديم من اول وجديد وما فيش اي دليل على كده اصلا الا ان برضو هيقابلوا نفس المشكلة في دمار قرشليم اللي حصل سنة سبعين ميلادية بعد رفع المسيح عليه السلام السم وبالتالي اختصارا نقدر نقول ان الاحداث التاريخية اللي حصلت لليهود الى ما بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء ادت الى عدم قدرتهم على الحفاظ على اسفارهم المقدسة فهنا الشيخ بيقول اذا علمت هذه الاقوال عن عزرة واعادة كتابة التوراة وانتيخس الرابع والكلام ده كله فارجع الى كلام المفسر المذكور واقول يظهر للبيب هنا سبعة امور والمفسر اللي هو يقصده هو كلام ادم كلارك عن عزرة وان اوراق النسب التي نقل عنها عزرة كان اكثرها ناقصة ايه بقى السبعة امور دول الامر الاول ان هذه التوراة المتداولة الان ليست التوراة التي قلهم بها موسى عليه السلام اولا النقطة دي مهمة جدا جدا وغالبا في ايامنا الحالية اغلب العلماء على هذا الرأم ان الاصفار الخمسة الاولى في التوراة اللي احنا بنسميهم اصفار موسى الخمسة لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام بل انها مكتوبة بعد سيدنا موسى عليه السلام بمئات السنين واغلب العلماء بيرجعوا تاريخ كتابة اصفار موسى الخمسة لما بعد السبيل بابلي وان على افضل الاحوال نواة او انوية هذه الاصفار تمت قبل الانشقاق ايام سيدنا داود وسليمان عليه السلام انوية هذه الاصفار وان بعد العودة من السبيل بابلي زي ما تحكى ان هم اعادوا اكتشاف سفر الشريعة اللي احتمال يكون نواة سفر التثنية سفر من اصفار موسى الخمسة ممكن يكونوا اكتشفوا اصفار اخرى او كان ما بين ايديهم بقايا تراث بيحاولوا يحافظوا عليه على قد ما يقدروا فراحوا كتبوا اصفار موسى الخمسة وغيرها من الاصفار يبقى الكلام دا من وجهة نظر غالبية كبيرة جدا من العلماء الاصفار اللي ما بين ايدينا دلوقتي لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام التكوين الخروج اللويين العدد التثنية الخمس اصفار دول لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام والموضوع دا تكلمنا عنه في اكتر من فيديو هجمع لينكات هذه الفيديوهات تحت في الوصف بعدين الشيخ بيقول ثم بعد انعدامها كتبها عزرة عليه السلام بالالهام مرة اخرى هل احنا المفروض نسلم بهذه القصة ان عزرة اعاد كتابة التوراة مرة اخرى بالهام من الله عز وجل ممكن واحد يقولك ان دي من القصص اللي مذكورة في اصفار العهد القديم او في اصفار اليهود المقدسة او في الاصفار المنصوبة لليهود بشكل عام وزي ما قلنا ايضا ان في كبار من اباء النصارى امنوا بان هذه الاصفار مقدسة وامنوا بان القصص اللي فيها قصص حقيقية وامنوا ان بالفعل عزرة اعاد كتابة التوراة مرة اخرى زي ما الشيخ نقل عن كلماندس الاسكندري وعرضنا الكلام المر لفاته وزي ما الشيخ نقل عن تيرتليانوس الافريقي وعرضنا الكلام المر لفاته هل بقى احنا نقول عن هذه القصة بسبب ان احنا ما عندناش مقابل ليها في الوحي الاسلامي ان دي من ضمن قصص اليهود التي لا نصدقها ولا نكذبها لان ممكن جدا عزرة ده يكون نبي بالفعل وان ممكن بالفعل القصة دي تكون حقيقية على كل حال لو كان ده هو الموقف الصحيح يبقى على الاقل لا نصدق ولا نكذب يعني لا نجزم بان ده حصل او نؤكده او نقرره لان زي ما قلت قبل كده اصفار اليهود المقدسة المعترف بها حاليا لا تقول بان عزرة كان نبيا الغالبية العظمى من النصارى لا يقولون بان عزرة كان نبيا عدد كبير جدا من علماء النصارى بيقولوا ان دي اسطورة عن عزرة ايوة اباء نصارى اوائل كبار صدقوا هذه القصة من الكتابات العزراوية اللي احنا عرضناها المرة اللي فاته لكن في النهاية اقل ما يقال ان القصة دي حواليا خلاف حتى بين اهل الكتاب خصوصا من النصارى في منهم اللي بيقبل وفي منهم اللي بيرفض وبيقول ان دي اسطورة وبنفس الطريقة نقدر نقول ان في خلاف عند اليهود لان الاسفار المقدسة اللي ما بين يدهم دلوقتي ما بتقولش ان عزرة نبي لكن بعض الاسفار الابوكريفة بتقول ان عزرة نبي ففي النهاية انا بعتقد ان الموقف الصحيح هو اننا لا نصدق ولا نكذب فيه برضو نقطة مهمة جدا ولازم تبقى واضحة الاسطورة المتعلقة بعزرة بتقول انه اعاد كتابة اسفار اليهود المقدسة بالهام من الروح القدس وان زي ما الاباء الاوائل كلمانس الاسكنداريو ترتليانوس الافريقي قالوا ان ده فعل نبوي يبقى بالتالي لازم نفرق ما بين الكلام ده وما بين الكلام اللي نقلوا ادم كلارك عن بعض الربيين ان عزرة كان عنده اوراق وكان بينقل منها وعلى اساس هذه الاوراق اللي بينقل منها كانت فيها بعض العيوب او التحريفات او ايا كان وهو لم يكن ناقدا جيدا فاختلط عليه الامور فظهرت هذه الاشكاليات والاخطاء القصتين مايركبوش مع بعض هي دي النقطة المهمة جدا اللي لازم تبقى واضحة انت يا ام هتؤمن ان عزرة عليه السلام لو كان نبيا هتصدق القصة اللي بتقول انه اعاد كتابة الاسفار المقدسة كلها بالاسفار المعروفة والاسفار المخفية للحكماء كل دا بوحي من الروح القدس وده فعل نبوي يبقى بالتالي المفروض الكتابات اللي كتبها عزرة بينطبق عليها المفاهيم الصحيحة للوحي ان مايكونش فيها اخطاء ان مايكونش فيها تناقضات وهكذا طيب الاسفار اللي ما بين ايدنا دلوقتي بنلاقي فيها الاخطاء والتناقضات دي يبقى كيف نزعم ان هي على اقل تقدير على الحالة الاصلية اللي عزرة كتبها بالهام مستحيل ماينفعش بعد كده الشيخ بيشير الى فكرة ان لما عزرة كتب اسفار موسى عليه السلام كانت منعدمة مفقودة ما كانتش موجودة وإلا كان رجع لها وما خالفها الواقع الواقع ان احنا ما عندناش مخطوطات او ما عندناش كتابات بترجع لزمن سيدنا موسى ولا بترجع لزمن عزرة وان اقدم مخطوطات العهد القديم قطعا ولا شك ليست مكتوبة بقلم عزرة هي بعديب كتير بمئات السنين وبالتالي فهي بعد سيدنا موسى بمئات السنين يبقى الفكرة احنا ما نقدرش نجزم ان المخطوطات اللي اخدنا منها نص الاسفار اللي ما بين ايدنا دلوقتي بترجع الى عزرة او اي حد قبله وبأكد مرة تانية ان كلام ادم كلارك اللي نقلوا عن الربيين ان عزرة نقل من اوراق ناقصة وانه لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح ده مخالف للأسطورة انه اعاد الكتابة بالوحي فالمفروض احنا نقول ان بما ان الاسفار اللي ما بين ايدنا دلوقتي مليانة اخطاء ومليانة تناقضات ومليانة اغلاط لا يمكن تكون هي دي الاسفار اللي اعاد عزرة كتابتها بالالهام بس كده يعني اللي انا بقوله ان لو احنا افترضنا ان عزرة اعاد الكتابة بالالهام ما ينفعش ناخد بكلام الربيين اللي بينسبوا لعزرة الخطأ وبرجع مرة اخرى واقول ان دي دلالة ان مسألة نبوة عزرة خلافية وانه هل كتبت توراة بوحي من الله او اعاد كتابة الاسفار اليهودية المقدسة بوحي من الله دي ايضا مسألة خلافية وواضح جدا ان هذا الايمان اللي بيقول ان عزرة كان نبيا واعاد كتابة الاسفار المقدسة بالوحي الايمان ده مسيحي اكتر منه يهودي وان زي ما قلت وكررت كتير انا بس عايز التصور ده يبقى واضح الايمان اليهودي التقليدي في الغالب عزرة ده لم يكن نبيا كان كاهنا كان كاتبا كان مجتهدا فيبقى بالتالي لو اعاد الكتابة وفق مواد دي كانت موجودة بين ايدي يجوز عليه الخطأ بسبب ان المادة دي ناقصة ولم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح منه يبقى لازم نفرق ما بين التصور المتعلق بعزرة النبي الذي اعاد الكتابة بالالهام وعزرة الكاهن الكاتب المجتهد اللي كان عنده اوراق ناقصة ولم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح فهنا الشيخ بيختم النقطة الاولى وبيقول على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة وان كان ناقلها عزرة عليه السلام هنرجع ونقول لو كان ناقلها عزرة عليه السلام في عندنا حالتين ياما هو نبي وكتب بالالهام ياما هو كاهن وكاتب ومجتهد لو هو كان نبيا وكتب بالهام من الروح القدس واضح جدا ان الاصفار اللي ما بين ايدنا دلوقتي فيها اخطاء وفيها اغلاط يبقى اكيد الاصفار زي ما هي دلوقتي ليست على نفس الحالة الاصلية اللي كتبها عزرة بالهام من الروح القدس يبقى خلاص الكلام ده كان ماضي قديم وهذه الحالة القديمة لم تبقى محفوظة ويبقى ده دليل تحريف فيبقى في مرخلة من المراحل سيدنا موسى كتب التوراة والتوراة دي ضاعت وعزرة النبي اعاد كتابة التوراة والتوراة دي تحرفت برضو في نقطة مهمة هل لما عزرة اعاد كتابة التوراة او اعاد كتابة الاصفار المقدسة هل اعاد كتابتها على نفس الحالة الاصلية بتاعت سيدنا موسى في الغالب لا ودي نقطة مهمة انت لما بتقرى اصلا في اصفار موسى الخامسة بتلاقي ان فيه شريعة اولى وشريعة ثانية ومش عارف ايه بتبتدي تفهم جواز ان فيه وحي اول وبعدين حصل له حاجة فبقى فيه وحي ثاني مختلف مزيد بقى او ايا كان وبعدين ده ضعوة فقد فعزرة قال خليني يا رب اكتب بقى الاحداث من اول الخليقة الغاية مش عارف مو فلو كانت القصة دي حقيقية وان عزرة النبي اعاد كتابة اصفار مقدسة يهودية يعني اللي هو كتب عزرة هذه الكتابات اصبحت هي الكتابات المقدسة اليهودية الكتابات دي مش بالضرورة تكون اعادة طبق الاصل للي كان موجود على ايام سيدنا موسى هو ممكن يحتوي على نفس المعلومات لكن ممكن مش نفس الصياغة مش نفس الترتيب مش نفس الشكل طب وبعدين الاصفار اللي عزرة اعاد كتابتها هل بقيت على حالتها تخلي بالك بقى من نقطة المهمة دي واضح ان فيه تصور يهودي ومسيحي ان عزرة كتب بس التصور المسيحي بيقول انه كان نبيا وكتب بإلهام من روح القدس والتصور اليهودي انه كان كاهنا كاتبا مجتهدا ماشي يبقى عزرة كتب بس برضو فيه فارق التصور المسيحي او اللي قابلوا ابا الكنيسة الاوائل ان عزرة كتب بإلهام من روح القدس كل الاصفار المقدسة ده مش موجود عند اليهود هو كتب بعض اصفار العهد القديم مش كلها اليهود ما بينسبوش كل الاصفار اللي ما بين ايدنا دلوقتي لعزرة في النهاية برضو تحس ان فيه تناقض تيجي تسأل مسيحي اصفار موسى الخامسة دي كتبها مين اكيد سيدنا موسى طب انت ما بتؤمنش ان عزرة النبي اعاد كتابة الاصفار المقدسة بإلهام من روح القدس اه مؤمن بكده افترض يعني طيب يبقى ازاي بتنسب اصفار موسى الخامسة لسيدنا موسى وهي فقدت وضاعت وعزرة اعاد كتابتها يبقى الاصفار الحالية كلها كتبها عزرة هو كأنه مؤمن ان عزرة اعاد كتابتها على نفس هيئتها الاصلية فالهيئة الاصلية كان كتبها موسى فيجوز نسبتها اللي اتنين اصفار موسى الخامسة دي كتبها سيدنا موسى فقدت اعاد كتابتها كما كانت في الاصل عزرة يبقى عزرة وسيدنا موسى الموضوع فيه اقوال مختلفة المهم في النهاية فيما يخص حالة الاصفار هنقسمها اصفار موسى الخامسة اللي هي التوراة وباقي الاصفار اصفار موسى الخامسة دي هل هي على حالتها الاصلية كما كتبها سيدنا موسى اغلب العلماء بيرفضوا ده طب الحالة الحالية دي هننسبها المين ايا كان بقى عزرة ولا غير طب هو كتب بإلهام من الروح القدس ولا كتب اجتهادا لو كتب اجتهادا يبقى زي ما الشيخ بيقول على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة لان يجوز فيها الصح والغلط واللي كتبها نفسه لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح طب لو كان كاتبها بإلهام من الروح القدس حالة الاصفار حاليا تناقض ان الاصفار ظلت على هذه الحالة الاصلية بس الامر الثاني انه اذا غلط عزرة في هذا السف مع ان الرسولين الاخرين كانا معينين له في تأليف هذا السف فيجوز صدور الغلط منه في الكتب الاخر ايضا فكرك ان عزرة كان مع النبيين التانيين حجاي وزكريا واللي حجي وزكريا دي من ضمن الاقوال المنقولة عن اليهود اللي مبنية على اساس ان عزرة هذا كان كاهنا وكاتبا ولم يكن نبيا طيب هو كان كاهنا وكاتبا ولم يكن نبيا بس كان معا انبيا بيساعدوه مش دا المفروض يؤدي الى العصمة وان الاسفار دي ما يبقاش فيها اخطاء واغلاط فهنا المقصد من الشيخ انه حتى لو كان معا انبيا ورسوله حالة الاسفار حاليا بتدل على ان فيها اخطاء واغلاط يبقى هي ليست اسفار معتمدة وكأن في النهاية المقصد ان لو دا حال الاسفار اللي اجتمع على كتابتها اكتر من شخص على الاقل اثنين منهم انبيا اما كانوش التلاتة انبيا او حتى نبي واحد كتب بإلهام ولا ايا كان ومع ذلك بنلاقي الاسفار فيها اخطاء واغلاط فده معناها حاجة من الاثنين يا اما الاسفار دي في الاصل كده معيوبة وغلط يبقى هي غير معتمدة ويبقى زي ما دا حصل في سفر يحصل في البقيين او ان الاسفار دي حصل فيها تحريق وان زي ما دا حصل في سفر يحصل في البقيين فان الشيخ بيقول فلا بأس لو انكر احد شيئا من هذه الكتب اذا كان ذلك الشيء مخالفا للبراهين القطعية او مصادما للبداهة الفكرة هنا ايه الكتب نفسهم باعتراف الربين زي ما نقل ادم كلارك هو ما كانش بيعرف يميز ما بين الصح والغلط فالسفر نفسه مكتوب وفيه اغلاط يبقى ازاي بقى نعتمد على هذه الاسفار يبقى بالتالي يجوز لك انكار ما في هذه الاسفار لو انت بتقرأ وجدت السبب يستدعي الانكار اذا كان ذلك الشيء مخالفا للبراهين القطعية او مصادما للبداهة زي ما احنا شفنا في بعض الامثلة او الشواهد اللي ذكرها الشيخ يجيب لك النص زي ما هو كده يقول لك النص ده قطعا محرف ايوا يا عم هو انت الحق تتقارن ما بين المخطوطات تشوف محرف ولا لا لا بمجرد القراءة بداهة النص ده محرف النص ده غلط والظريف في الموضوع انه ممكن النص ده يكون زي ما هو في كل مصادر النص المختلفة يعني ما فيش اختلافات ما بين المخطوطات قدت الى انك تكتشف التحريف التحريف بيتم اكتشافه بالمقارنة شكل للنص هنا مختلف عن شكل النص هنا يبقى حصل التحريف لا انا بمجرد قراءة النص ادركت انه غلط وبالتالي حسب ايماني والنقطة ده مهمة انا ايه ايماني اصلا لو ايماني ان الكاتب نفسه ممكن يغلط فده مصيدة ولو ايماني ان الكاتب ما بيغلطش وانه بيكتب الروح القدس يبقى اكيد حصل فيه تحريف وان الغلط ده نتاج دخول عنصر بشر النص الاله هنا الشيخ بيضرب امثلة لحاجات تلاقيها في النص لما تلاقيها تنكرها لكن ده بيفتح باب مهم جدا جدا لان الامثلة اللي ضربها الشيخ اليهود والنصارى ما بينكروا هاش يبقى احنا هنا بنيوصل لنقطة ايه هي الحاجات اللي ممكن المسلمين واليهود والنصارى لما يلقوها يتفقوا عليها وينكروها او يغلطوها فكر كده معاه في الموضوع ده موضوع يستحق التفكير هل في بالفعل حاجة زي كده تأمل بقى اللي انا هقوله ده الواقع ان اليهود والنصارى بسبب حال كتابتهم المقدسة المحرفة ما بقاش عندهم مقياس او معيار لما يمكن ان يكون منكرا لان الكتاب المقدس للأسف الشديد فيه من كل الاشكال والالوان دي نقطة مهمة جدا والله العظيم الكتاب المقدس مليان غرائب وعجائب والحاجات اللي اشار اليها الشيخ وازيد منها بكثير مجموعة في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحي وسأضع لينك تحميل ملزمة تحت في الوصف كلام جنسي واضح جدا موجود في الكتاب المقدس هل لما نلاقي ده ننكره لو جيت سألت اليهودي والمسيحي طبعا مش هيقوله ننكره لانه موجود في كتابهم هيكفروا بالكتاب مستحيل هيكفروا بالكتاب وخلي بالك ده بيقدي الى ايه بقى ان المسلم له درجة اعلى من اليهودي والمسيحي وبيخلي ان المسلم يكون له نوع من انواع الحصانة ضد انتقاد اليهود والنصارى يعني ايه لو جيه نصران ينتقد اي شيء عندك هتلاقي عنده يا اما زيه او اسوأ فعلى سبيل المثال لو جيه اليهودي او النصران يقولك مثلا قتال او حرب او حاجة زي كده هو عنده واسوأ طبعا في حاجات ممكن تكون متعلقة بتحريف او تدليس او ايا كان فيرميك بالباطل حتى لو رمج بالباطل الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده ايه اه انت بتستنكر هذا الموضوع انه يكون موجود عندي هو موجود عندك واسوأ يبقى في النهاية لا يحق لك انت قادي وفي الواقع بقى المقابل ان المسلم بيبقى له مكانة اعلى كعبه عالي على اليهودي والمسيح فتلاقي ان المسلم يستنكر وينتقد ويؤصل ويفصل انا ليه بستنكر وبانتقد لان المسلمين مش بيقولوا اي كلام جوزافا كده وخلاص وتجد ان المسيحي واليهودي ما يعرفش يرده لانه موجود في كتابه هيعمل ايه لو بصينا على ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحي هتلاقي فيه هنا فيهرس قصص ونصوص لا فائدة لها وفيه عنوين كثيرة تحتيها وبعدين روايات او قصص غير اخلاقية حاجات بقى زنا وجنس ومش عارف مين وبعدين موضوع الحروب والاعتداءات وقصائد غريبة لا تحمل على الصلاة وان سميناها مزامية وطبعا الملزمة دي بناءا على اقتباس من كتاب لاستفان شربانتي تعرف الى الكتاب المقدس وبالتالي في النهاية بنقدر نفهم ان المسلم ينكر يا اما وفقا لعقيدة يا اما وفقا لعقل ومنطق الامثلة اللي ذكرها الشيخ هنا هي وفقا لعقيدة والانكار وفقا للعقيدة اليهود والنصارى مش هيتفقوا معنا فيها هقولك انت مين قالك يعني ان لوت دا نبي اصلا لوت دا مش نبي ولو كان نبيا الانبيا ينفع يعمله كده انت ايش دراك ان النبي ما ينفعش يعمل هتحاول تأصل بقى بشكل عقلاني ومنطقي ان النبي دا بيكون من المصطفين الاخيار وانت ترضى ان الكاهن يكون كده ومش عارف مينه هتعرف ودي نقطة مهمة هتعرف تثبت له عقلانيا ومنطقيا صحة العقيدة الاسلامية في المسألة وان بما ان العقيدة الاسلامية نصت على كده وانا انكر بناءا على دا لكن دا موافق للعقل والمنطق والفطرة كويس هتاخد شوية مجهود في الموضوع في بقى حاجات تانية انا انكرها زي الامثلة اللي ذكرها الشيخ وفقا للبراهين القطعية او مصدمة للعقل والمنطق والفطرة والبداية ان مثلا نصين بيتكلموا عن نفس الشيخ وفي تناقض اكيد في غلط هنا يبقى لازم انكر دا ماينفع شي اجمع ما بين الاثنين فهنا الشيخ بيذكر قصة ان لوط عليه السلام زنى بابنتيه وكل الحاجات اللي اشار اليها الشيخ هي موجودة في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير لو عاوز تقرأ النصوص بالكامل وايضا المحاقق في الهامش ذكر اماكن القصة في الكتاب مقدس هل لوط كان نبيا عند اليهود والنصارى اغلب النصارى اغلب اليهود سيدنا لوط لم يكن نبيا فيبقى ما تحتاجش بقى على اللي حصل النقطة دي بالنسبة للمسلم مشكلة عند اهل الكتاب هناك خلاف جوهري فيما يخص عقيدتنا في الانبياء والرسل عندنا وعندهم بنختلف حول الاشخاص وبنختلف حول طبيعة النبوة والرسالة وطبيعة النبي والرسول وبرجع واقول وكررت الموضوع دا اكتر من مرة انا بعتقد ان الخلاف دا كبير جدا جدا وجوهري فارق ما بين الاسلام والمسيحية واليهودية وان انت لما تشوف تصور المسلمين فيما يخص النبوة والانبياء والرسل والرسالات قطعا ولا شك هتعرف ان الاسلام هو دين والله الحق وان التصور اللي ينسب للنبوة والنبوات والرسل والرسالات الكلام دا اللي عند اليهود والنصارى دا بيسيء لربنا دا لا يمكن يكون دين من عند ربنا الشيخ بيقول كمان اللي منسوب لسيدنا داود عليه السلام في سفر السموئيل الثاني من انه زنى بامرأة قرية وحملت بالزنة فقتل زوجها بالحيلة والمفروض ان سيدنا داود عليه السلام من اعظم انبياء بني اسرائيل وللأسف الشديد نسبوله اشياء يعني من اصعب ما يكون اللي اكتر من كده سيدنا سليمان عليه السلام اللي هو المفروض نبي عند اليهود وعند النصارى وان لو النصارى وضعوا مقياس ومعيار من هو النبي ومن هو الرسول لازم هينطبق على سيدنا سليمان طب هل يجوذ ان النبي اللي له علاقة خاصة بربنا يعبد غير الله يكفر ويقع في الشرك والكفر دا مش معقول قال لك سيدنا سليمان في اخر ايامه عبد الاصنام وبنى لها معابد وسقط من نظر الله الله المستعى انا بعتقد واحنا طبعا عملنا مجموعة فيديوهات كثيرة جدا عن موضوع النبوة والانبياء في الكتاب المقدس وفي المسيحية ان لو اليهود والنصارى اجازوا ان النبي يعمل كل المبيقات اللي في الدنيا ما ينفعش يجيزوا انه يكفر بالله وما ينفعش يجيزوا انه يقع في الشرك والكفر انت متخيل يعني ايه النبي يعبد الاصنام ويبني معابد للاصنام ما هم نسبوا لسيدنا هارون انه صنع العجل عجل بني اسرائيل امر في غاية العجب في الاخر تيجي تسأل المسيحي انت ليه مش بتؤمن ان سيدنا محمد نبي ورسول من عند الله يحاول بقى يطلع فيه اي عيد العيوب دي حسب اعتقاده بتثبت انه ليس نبيا ما ينفعش يبقى نبي لا طبعا لو سيدنا محمد عبد الاصلام ده لا يقدح في نبوته لو زنى وقتل وسرق وكذب لا يقدح في نبوته حسب اعتقاد اليهود والنصار ده امر في غاية العجب فهنا الشيخ في الاخر بيقول وامثال هذه القصص التي تقشعر منها جنود اهل الايمان ويكذبها البرهان وطبعا يكذبها البرهان القرآن الكريم الوحي الاسلامي وبالتالي حابب بس اكد على النقطة دي ان مش كل حاجة المسلم هينكرها موجودة في الكتاب المقدس هينكرها مع اليهودي والمسيحي لكن الواقع ان في حاجات موجودة في الكتاب المقدس انكرها اليهود وانكرها النصار ونسبوها للغلط ونسبوها للتحريم بس بتكون بناءا بقى على ايه علوم اخرى دنيوية او تفكير عقلاني ومنطقي انما تنكر على اساس ديني ايماني عقائدي لا هو ده الكتاب المقدس اصلا مقياس الدين والايمان والعقيدة طيب الامر الثالث ان الشيء اذا صار محرفا فليس بضروري ان يزول ذلك التحريف بتوجه النبي الذي بعده النقطة دي مهمة جدا وهل هي حقيقية ولا لا ايه المقصود لو قلنا ان اليهود استلموا التوراة من سيدنا موسى فاصبحت من ضمن امانتهم وواجبهم ان هم يحفظوا على التوراة زي ما هي حتى يستطيعوا ان يعملوا بما فيها سيدنا موسى مات والتوراة دي في مرحلة ما اتحرفت او على اقل تقدير ضاعت منهم في السبيل بابينة هل ضروري ان اول نبي ييجي بعد ما الكتاب يفقد او يتحرر ان النبي ده يصلح لهم التحريف اللي عندهم مسألة محتاجة تفكير وتحتاج ايضا الى الرجوع للنصوص الشرعية الاسلامية اللي انا مقتنع به وفق اجتهادي لو اجتهادي ده له اي قيمة على الاطلاق ان النبي واجبه تبليغ الحق للناس لكن مش من واجبه ان لو في طائفة يهودية ضالة مضلة معاها نسخ محرفة انه يسحب منهم النسخ المحرفة ويعطيهم نسخ جديدة او يصلح لهم النسخ دي او يعيد كتابة الاسفار المقدسة من جديد ويعيد تسلمها للناس من جديد والموضوع برضو فيه تفصيل وبنقدر نستقرق ده زي ما قلت من خلال نصوص شرعية اسلامية او حتى من خلال نصوص كتابية في العهد القديم او العهد الجديد لو جينا الاخر انبياء بني اسرائيل سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ربنا قال عنه في القرآن الكريم انه علمه التوراة والانجيل فسيدنا المسيح عيسى ابن مريم كان يعرف التوراة وكان يعرف الانجيل التوراة كتاب سيدنا موسى والانجيل كتابه هو ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والانجيل لو جيت تسأل النصارى هل سيلنا المسيح عليه السلام أعاد كتابة التوراة هقولك لا طبعا لم يعد كتابة التوراة فيه برضو نقطة عايزك تلاحظها ألا وهي أن العوام من المسيحيين مش عارفين كل اللي احنا بنحكي فيه ده أو مش ضمن تصوراتهم أو هم ما تعلموهوش بمعنى أنك لو سألت واحد من عوام المسيحيين إيه إيمانك بخصوص أصفار الكتاب المقدس بشكل عام العهد القديم بشكل خاص فيما يخص انتقال النص هيقولك سيدنا موسى كتب التوراة ومن ساعة ما كتبها سيدنا موسى واليهود محافظين عليها لغاية أيامنا الحالية لا هيقولك بقى أن فيه سبي بابلي ضيع الأصفار وأن عزرة أعاد كتابة الأصفار وبعدين أنتيخوس بقى لما جيه إيه اللي حصل بعديه ومين اللي أعاد الكتابة وبعدين دمار أرشاليم لما جيه إيه اللي حصل بعديه والأصفار أخبارها إيه هو ما يعرفش كل ده خالص هو عنده الأصفار دي منسوبة الناس الناس دي كتبت الأصفار الأصفار دي زي ما هي لغاية النهاردة فيه هنا بعض الإشارات اللي مفادها أن الأنبياء بما فيهم المسيح عيسى بن مريم كان دوره أنه يعلم الناس الحق فلو اليهود كان عندهم معلومات صح بيقرها ولو اليهود كان عندهم معلومات غلط بيلومهم وبيخطأهم وبيأنبهم على سبيل مثال لما ذكرنا قبل كده موقف المرأة السامرية اللي استشفينا منه كأن المسيح عليه السلام بيأكد على أن السامرين صح في النقطة دي هنا في الهامش المحقق بيعلق على كلام الشيخ الشيخ بيقول ليس بضرور أن يزول ذلك التحريف بتوجه النبي الذي بعده وأن يخبره الله تعالى عن المواضع المحرفة البتة يعني ده مش لازم يحصل ولا جرت عليه العادة الإلهية يعني احنا ما عندناش أخبار أن ده حصل بخلاف القصة بتاعت عزرة طبعا ومرة تانية بقول قصة عزرة لسه فيها مشكلة لأن حصل بعد عزرة مشكلة أنتيخوس وبعد أنتيخوس وبعد المسيح عليه السلام مشكلة دمرء الشليم المحقق بيقول إيه ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم النبي الأحكام الصحيحة حتى يبينها لقومه ويدعوهم للعمل بيها وإلا كيف استطاع عيسى عليه السلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل أن يعنفوا اليهود وأحبارهم على تغييرهم كلام الله وأن يطلبوا منهم الرجوع للأحكام الصحيحة وهو هنا بيذكر كلام من سفر إرمية أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهانا وزي ما قلت بلكده النص ده وزيه كتير مش معناه أن الكتاب المقدس بيشهد على نفسه بالتحريق لكن معناه أن الكتاب المقدس بيشهد أن اليهود حرفه فيه برضو نقطة لازم نكون واخدين بالنا منها وذكرتها أكتر من مرة قبل كده هي أن الغالبية العظمى من المجتمعات القديمة لكانت بتعرف تقرأ ولا تكتب وبالتالي الواقع بيقول أن عدد قليل جدا هم اللي كان ما بين إيديهم نسخ الأصفار المقدسة وبالتالي أحنا أمام حالتين هل أحنا في زمن نبي ولا ما فيش نبي بخصوص بني إسرائيل لغاية سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يعني نادرا ما تلاقي حقبة تاريخية ليس فيها نبي ده ممكن كان فيه نبي واثنين وثلاثة واكتر العهد الجديد في زمن المسيح عليه السلام بيقولوا ده كان فيه ثلاثة أنبية على الأقل رجال ونبية امرأة آه طبعا فيه كلام إن فيه فترة ما بين العهدين انقطع فيه الأنبياء مش عارف مين ده طبعا استقراء للتاريخ اللي ما بين إيدينا دلوقت لكن أغلب الظن إن زي ما كان طوال تاريخ بني إسرائيل من أيام سيدنا موسى لغاية ملاخي آخر أصفار العهد القديم كان دايما فيه أنبية أو أكتر من نبي غالبا غالبا ما كانتش فيه فترة من فترات تاريخ بني إسرائيل إلا وكان فيه نبي لكن لو افترضنا إن كان فيه فترات ما فيهاش نبي أنت عايز تعرف الحكم الشرعي يا إما هترجع لرجال الدين في فترة غياب الأنبياء يا إما هترجع للنبي فترة ما فيه نبي النقطة المهمة اللي أنا عايز أأكد عليها إن غالبا عوام اليهود ما كانوش بيرجعوا بنفسهم للكتب المقدسة أنت بترجع لرجل الدين وهو بيقول لك الحكم الشرعي والله الراجل قال لك حكم شرعي غلط في فترة غياب الأنبياء أنت ما عليكش وزر أنت تحريت أنك تعرف الحكم الشرعي الصحيح فرجعت إلى أهل الدين المسؤولين هما بقى قالوا لك حكم شرعي غلط أنت هتعمل إيه؟ أنت ما عندكش طريقة تانية هتعرف بها الحكم الشرعي ودي كانت مسؤولية ناس من بني إسرائيل من أيام سيدنا موسى اللي سيدنا موسى سلمهم التوراة طب وقت ما فيه نبيه هتروح تسأل النبي هيقول لك على الحكم الشرعي الصحيح واللي احنا نقدر نعرفه من خلال الاطلاع على العهد القديم والعهد الجديد أن لما بيكون فيه أمر شائع أنه غلط ما بين بني إسرائيل النبي كان بيعلمهم الصح ويلومهم على الغلط اللي هم عليه لكن فكرة بقى النسخة دي محرفة وهصلحها وهعيد ده مش موجود الأمر الرابع أن علماء البروتستان تدعوا أن الأنبياء والحواريين وإن لم يكونوا معصومين عن الذنوب والخطأ والنسيان لكنهم معصومين في التبليغ والتحرير فكل شيء بلغوه أو حرروه فهو مصون عن الخطأ والسهو والنسيان المسألة دي هو بينقل عن رأي مين علماء البروتستان الموضوع ده بيفتح لنا باب ما هي عقلة النصارى في الوحي والعصمة لأن قطعا ولا شك العقلتين مرتبطين ببعض الشيخ رحمة الله الهندي كان عايش في زمن أغلب البروتستانت كانوا لسه على رأي تقليدي هما ألو ألا وهو إن الكتاب المقدس هو كلام الله لفظا ومعنا وإن الكتاب المقدس معصوم عصمة تامة لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ وخلي بالك أغلب المسيحين العوامي وكأنه رأي تقليدي إن الكتاب المقدس معصوم يعني حتى لو فيه خلاف عن طبيعة الوحي هل هو وحي لفظي حرفي ولا وحي معناوي إلا إن في موضوع العصمة أغلب النصرى بيؤمنه الكتاب المقدس ما فيهوش أخطاء وإن نص الكتاب المقدس بالكامل تقدر تستفيد منه وتتعلم منه ومفيش حاجة اسمها تقرأ نص فيعلمك حاجة غلط في أي مجال طبعا الرأي التقليدي ده تعرض لنقد شديد جدا بسبب بقى تطور الدراسات النقدية التاريخية وبسبب أيضا تطور علم النقد النصي زي ما هنا الشيخ بيعرض اكتشفنا إن يا إما دي أغلاط بسبب التحريف يا إما ده تحريف لإزالة الغلط المهم إن دراسة المصادر المختلفة للنص ومقارنتها عند الاختلاف والبحث عن سبب الاختلاف بنجد كثيرا أصلي كانت فيه غلطة والنسخ بيحاول يصلحها وفيه فيديو عرضناه على قناة الدعوة الإسلامية مبارح لكتاب الدكتور سامي عامري الجديد تحريف الإنجيل من ضمن الأشياء الرئيسية اللي بنائشها الدكتور سامي عامري في الكتاب مقالات هذا التحريف وتأثيره على عقائد النصارى من ضمنها عقيدة عصمة الكتاب المقدس وبرضو احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا نتكلمنا فيها عن موضوع الوحي والعصمة سأضع لينك لقيمة الفيديوهات تحت في الوصف المهم إن أغلب النصارى على إيمان وده المفروض إيمان عقلاني ومنطقي دي كتب مقدسة موجودة علشان نتعلم منها إزاي بقى أقرأ نص ألاقي إن فيه غلط فيبقى المفروض الكتب دي معصومة من إن يكون فيها أخطاء وأغلاط هنا الشيخ بيقول أولا العقيدة دي أنتو جيبتوها منين وده أمر في غاية العجب الكتاب المقدس أصفار العهد القديم لا تشهد إنها مكتوبة بوحي من الله عز وجل فضلا إنها تكون معصومة كذلك أصفار العهد الجديد لا تذكر إنها مكتوبة بوحي من الله عز وجل فضلا إنها تكون معصومة ولازم نفهم العصمة مبنية على الوحي لأن العصمة فعل إلهي ضمن الوحي ولو جينا تكلمنا عن موضوع العصمة فعلى الأقل يعني ممكن نقسمه لفترتين أو قسمين عصمة أثناء الكتابة وعصمة بعد الكتابة العصمة أثناء الكتابة قطعا ولا شك لازم تكون مرتبطة بالوحي ما ينفعش تقول الكتاب ده معصوم وهو أصلا مش موحى به من الله كده ده مرحلة فقدنا عقلنا الشخص بيكتب بيوحي من الله عز وجل وتأثير من الروح القدس ضمن تأثير الروح القدس على اللي بيكتب إنه بيعصمه من الخطأ والسهوة والنسيان ومش عارف مين طيب بعد ما السفرة كتب بتفضل فيه عصمة أغلب الباحثين الآن إن كانوا بيؤمنوا إن الكتب في الأصل موحى بها من الله ومعصومة فهم بيكروا إن العصمة دي وقت الكتابة بس لم تستمر نساخ الكتاب المقدس ما كانوش معصومين ويمكن دي نقطة تستحق إننا نلفت الأنظار لها فيما يخص العقيدة الإسلامية الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون الآية دي معناها إيه؟ الآية دي معناها إن القرآن نزل وربنا حيحافظ على القرآن فإيمان المسلمين إن القرآن الكريم سيظل محفوظاً إلى آخر الزمان لما الله عز وجل يرفع القرآن طيب حفظ الله عز وجل للقرآن إزاي؟ الله عز وجل بيسخر الأسباب اللي من خلالها بنقدر نحافظ على نص القرآن الكريم من خلال المسلمين نفسهم إحنا ما بنقول شي إن نساخ مخطوطات القرآن الكريم أو نساخ المصاحف القديمة كانوا معصومين من الخطأ لكن المسلمين بشكل عام أكثر اهتماماً بكتابهم المقدس عن غيرهم وبالتالي أقل ما يقال إن المسلمين كانوا بيبذلوا أقصى جهد وطاقة في الحفاظ على نصهم المقدس وارد إن مخطوطة يحصل فيها خطأ أو اتنين عفوي أثناء عملية الناس لكن زي ما الباحثين بيقولوا هذه الأخطاء العفوية غير المقصودة بتموت فور ولادتها ولا تتكرر في أي مصحف آخر بل إن أغلب المصاحف نسبة التطابق فيها بتكون 100% وما بيكونش فيها أخطاء لأن المسلمين زي ما قلت بيبذلوا أقصى طاقتهم وجهدهم في الموضوع مش أي حد ينسخ لازم يكون أعلى كفاءة وفكرة إن ده كاتب للمصحف الشريف ده شرف عظيم جدا جدا وإن ده بيخط المصحف بيده ده شرف عظيم جدا جدا فلازم يكون في أعلى درجات الكفاءة لذلك طوال التاريخ الإسلامي ما بنلاقيش عند المسلمين إن في مشكلة في الموضوع ده أصلا لأن القرآن محفوظ في الصدور أولا ثم في الصطور فإحنا بنوافق النصارى إن المخطوطات نساخ المخطوطات مش معصومين لكن هل ده يمنع إن كان ممكن ما يحصلش في مخطوطاتكم كل اللي حصل ده من تحريف وتبديل وتغيير وإضافة وحذف وهكذا يبا هنا الشيخ بيقول أولا اعتقادكم ده لا أصل له من كتبهم وفي النهاية برضو حبيب أقول أنتوا ادعوا أي عقيدة أنتوا عايزينها أنتوا بتدعوا إيه الكتاب دول كانوا معصومين في التبليغ والتحريف فكل شيء بلغوه أو حرروه فهو مصوون عن الخطأ والسهوة والنسيان برافو عليك بنجي نسأل سؤال الكلام ده ظل كما هو ولا الدنيا تغيرت أثناء انتقال النص تاريخيا والله لو الدنيا تغيرت أثناء انتقال النص تاريخيا يبقى الإيمان ده ملوش قيمة أنا استفدت إيه لما أنت تقولي الأصول بس هي اللي معصومة والأصول دي مفقودة وكل المخطوطات ما بينها وما بين بعض اختلافات وبنكتشف في النص اللي ما بين إيدنا دلوقتي أخطاء وأغلاط وتنقضات يبقى الإيمان ده بالنسبة لي مجرد تاريخ كان ولم يبقى مع الأخذ في الاعتبار إن الإيمان ده المفروض إنه في غاية الأهمية عشان يضمن لي إن الكتاب المقدس يظل صالحا للتعليم ما هو إيه فايدة إن أنا أمسك الكتاب فلاقي فيه أخطاء وأغلاط وتنقضات فأفقد ثقتي في النص اللي أنا بقرؤه إلى درجة إني زي ما قلت قبل كده ممكن أقرى النص وشك فيه وأقول إن ده لا يمكن يكون صح خلاص أنا فقدت ثقتي في النص ده ما ينفعش مع كتاب مقدس الأمر الخامس أنه يلهم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون الإلهام محتاجا إليه لكن عزرة لم يلهم مع كونه محتاجا إلى الإلهام في ذلك الأمر هو هنا طبعا الشيخ بيعلق في سياق الكلام اللي ذكروا آدم كلارك عن الربيين وأنا بعتقد إن دي مشكلة سببها طبيعة محتوى الكتاب المقدس يعني إيه؟ هو الموضوع ده أصلا مهم موضوع الأنساب ده مهم ما هو ده الموضوع اللي بتكلم عنه آدم كلارك إن الأسماء مرة تذكر هنا بطريقة مرة تذكر هنا بطريقة الأسماء مختلفة الأعداد مختلفة الدنيا مليانة تحريف الربيين بيقولوا إن عزرة لما جيه يكتب كان عنده وثائق كثيرة مختلفة وما كانش عارف يميز ما بين الصح والغلط فالدنيا بزت منه موضوع الأنساب ده مهم اليهودي والنصراني هيقول لك المفترض يعني إنه مدام المعلومة دي موجودة في الكتاب المقدس تبقى مهم هو فيه حاجة اسمها إن الكتاب المقدس فيه حاجة مش مهمة مش مفيدة مش نافعة للتعليم طيب بما إنها معلومة مهمة مفيدة نافعة للتعليم ويجيه عزرة يكتبها لو هو مش قادر يميز ما بين الصح والغلط المفترض إن ربنا يلهمه في المسألة دي مدام هو محتاج أنا مش قادر أفرع ما بين الصح والغلط فربنا يلهمه فهنا في الآخر المقصد إن واقع حال النصوص بيؤدي إلى حاجتين يا إما الكتاب ده أصلا من بدايته مش مكتوب بوحي يا إما حصله تحريف بعد الوحي الأصلي فالوحي الأصلي المعصوم لم يبقى كما هو الأمر السادس أنه ظهر صدق دعوة أهل الإسلام بأن لا نسلم أن كل من درج في هذه الكتب فهو إلهامي من جانب الله خلاص مدام الكتب دي فيها أخطاء لأن الغلط لا يصلح أن يكون إلهاميا من جانب الله وهو يوجد في هذه الكتب بلا ريب بشهادة أهل الكتاب قبل المسلمين الأمر السابع الشيخ بيقول إذا كان عزرة بجلالة أدروا عند اليهود والنصارى ما زي ما قلنا حاجة من الاتنين يا إما كتب بوحي يا إما ما كتبش بوحي طيب هو يا عمي ما كتبش بوحي إذا كان عزرة بجلالة أدروا ما كتبش بوحي هيكون مرقه سلوقة اللي مش من الحواريين أصلا يكتبوا بوحي ويكتبهم معصوم هنا الشيخ بيقول لأن عزرة عليه السلام عند أهل الكتاب نبي ذو إلهام قلنا الموضوع ده عليه خلاء وإن الاعتقاد ده مسيحي أكتر منه يهودي لكن هو فيه نقطة مهمة في الموضوع هو طبعا لو أنت رجعت الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن النبوة والأنبياء في الكتاب مقدس والمسيحية ستجد إن أحنا مش عارفين أصلا نحدد معايير النبي وهل ده نبي ولا لا أو مش عارفينه المفترض المفترض والله العظيم الكلام ده أنا بستعجبه على اليهود والنصارى اليهود بينسبوا أصفار لعزرة؟ أيوة النصارى بينسبوا أصفار لعزرة؟ أيوة لأنه هم بيقلدوا اليهود فيأما هيقلدوا اليهود اللي بيقولوا أن عزرة ده كان كاتب وكاهن وفيه أصفار منسوبة له يا إما هياخدوا بكلام عزرة الرابع أنه بإلهام من الروح القدس أعاد كتابة كل الأصفار النقطة هنا إيه؟ عزرة أكيد كتب أصفار زي ما قلت الأصفار التاريخية اللي مش باين عليها مين اللي كتبها اليهود بينسبوا العزرة والنصارى بيتابعوا اليهود في ده طيب المفترض كاتب السفر ده ينفع يكون من غير وحي هنا التناقل افتح أي كتاب تقليدي بيتكلم عن كتبة الكتاب المقدس أو مدخل الكتاب المقدس أو حاجة زي كده أنا عملت قبل كده فيديوهين عرضتهم قبل كده الإيمان التقليدي في كتب أصفار العهد القديم الإيمان التقليدي في كتب أصفار العهد الجديد بخصوص العهد القديم بينسبوا أصفار لعزرة ولا لا قولا واحدا بينسبوا نيجي بقى الموضوع النبوة والأنبياء هو مش ضمن معيار النبي انه ينسب له سفر مقدس انه بما انه كتب سفرا مقدسا يبقى نبي ايوة طيب انتو كنصارى ليه ما بتؤمنوش ان عزرا نبي هنا التناقل زي ما قلت قبل كده اغلب المسيحيين التقليديين ما بيؤمنوش ان عزرا نبي ايضا عند اليهود في الكتاب المقدس عزرا مش متقال انه نبي ده كاهن وكاتب ايه يا جماعة في ايه بتنسبوله اسفار بس هو مش نبي دي علامات الديانة الباطلة المفروض بما اننا نسبنا اسفار لعزرا يبقى عزرا قولا واحدا نبي يبقى الاسفار دي مكتوبة بوحي من الله عز وجل ايه ده انا بس في الاخر حابب ااكد ان فكرة نبوة عزرا عند اهل الكتاب مش هي مسلم بيها كده الموضوع فيه عك كتير وفي الاخر بيقول ايه حال با كتبت الاناجيل ايه زي عزرا عزرا ده ممكن يكون كاهن وكاتب ويكتب اجتهاد كده فيبقى الكتابات اللي بيكتبها اسفار مقدسة فيها غلط عشان هو ما كانش بيعرف يميز ما بين الصح والغلط طب اذا ده حال عزرا فما بالك بحال كتبت الاناجيل ما كانوش حواريين وكلام هؤلاء مملوء من الاغلاط والاختلافات وبعدين الشيخ بيختموا بيقول وكلام هؤلاء مملوء من الاغلاط والاختلافات الفاحشة زيه زي الاسفار المنسوبة العزرا في النهاية بنلاقي ان النصارى واليهود عندهم مشاكل كثيرة جدا جدا المشاكل دي سببها الرئيسي والاساسي حوادث تاريخية حصلت لازم تحطلنا علامة استفهم كبيرة حول مدى قدرة اليهود على الحفاظ على كتبهم المقدسة وبالتالي ظهرت فكرة اصلهية دي قصة عزرا الرابع التوراة احرقت وضاعت وفقدت طب نعمل ايه لازم نعيد كتابتها فظهر عزرا هيعيد الكتابة طب فكرة اعادة الكتابة دي بقى حصلت كم مرة ما هو بعد عزرا حصل انتيخوس وبعد انتيخوس حصل ضمر الشليم الاخير احنا كل مرة بقى حنطلع بواحد هيعيد كتابة الاسفار من اول وجديد طب الموضوع دا لم يذكر الا مرة واحدة ومنسوب لعزرا برضو في خلاف هو عزرا كان نبي ولا ما كانش نبي كتب بإلهام من روح القدس ولا كتب بمساعدة انبيا ولا من غير مساعدة انبيا كان مجتهد كده وخلاص كل دا بيؤثر في النهاية على عقيدة اهل الكتاب فيما يخص وحي وعصمة الكتب المقدس ظلمات بعضها فوق بعض انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو ونقف عند الشاهد السابع عشر لو حاز هذا الفيديو على اعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان دا بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش مشاركة الفيديو مع اصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بالزارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة